هل ياترى المنتج يلي اخترته انكنوا اتبعوه على امازن رح ينجح؟ هل ياترى عنده كفاية من الطلب وفيكنت نفسه الباقيعين الحاليين لهيدا المنتج؟ بهيدا الفيديو رح فرجيكن اداة خاصة داخل هيليوم تن هيليوم تن هيدا البرنامج المشهور صار هلأ موجود وبيشتغل على امازن الامارات وقريبا على امازن السعودية ومصر بهيدا الفيديو رح نحكي عن اداة اكس راي خلينا نبلش بما انه رح نحكي عن اداة هيليوم تن وعن اداة اكس راي يلي هي اداة مجانية رح نبدأ هيدا الفيديو بمقطع صغير مع شيفالي يلي هي احد الاشخاص من فريق هيليوم تن عم نحكي وين هيليوم تن هلأ بيشتغل وشو هن الادوات يلي صارت موجودة لامازن الامارات السعودية قريبا ومصر ان شاء الله Thank you so much for having me i'm very excited to talk about x-ray with you uh the uae is an expanding market right and we have a plethora of tools that you can use uh helium 10 tools you can use actually directly on the site as well as inside the helium 10 dashboard so let me share my screen here and i'll start with just kind of talking about the you know all the helium 10 tools you can use just by referring to that link i showed you guys last time so any of you that are watching that maybe weren't here last time around, you still know which tools work for the UAE market. All right. So currently I am inside of the Amazon UAE market. Let me go into the UAE Helium 10 tool. So if I type in UAE Helium 10 tools inside of Google, the first link that's not an ad, which tools are supported in which markets, is actually what I want to click on. And then I can scroll and click on Middle East and African markets. And you'll see that, you know, for this market, we have so many different tools, whether you are just getting started or maybe you're looking for your next product, all the way into keyword research and building out that listing and actually marketing it into operations and analytics. So really, if you are trying to use Helium 10 tools for your business in the UAE, or maybe even selling in America, you can kind of reference or anywhere else for that matter, right? You can reference this chart just to get an understanding. And then, of course, any tools that I don't cover today when you are inside of your Helium 10 dashboard, right? Even if I go into, let's say, Cerebro or any other tool that I'm curious about, there's always these learn buttons that you'll see. So right here, you see a learn button. You can click it and just follow along in those lessons to get a better understanding of how to use that tool and be comfortable and confident as you use it. Aهمية أداة X-Ray, يلي رح نطلع عليها هلأ, هي إنه أول شي بتخلينا نعرف الطلب. الطلب على هيدا المنتج لحتى نعرف أدى في إمكانية للنجاح. أول شيء وتاني الشيء لحتى نتأكد إنه المنتج منه موسمة. يعني منتج مطلوب كل الوقت. تانياً بتخلينا نشوف غير بائعين شو عم بيصير معهم. هيدا الشيء بيأكد أو بيساعدنا نقدر نعرف قدام ممكن إنه نبيع قطع منه لهيدا المنتج. إضافةً شغلة ضرورة ننتبه له هي إنه أمازن بالإمارات والسعودية هو موقع جديد ومعظم البائعين كمان جدد. سو ضرورة إنه ناخد هول المعلومات ونتطلع عليهم شوي أكتر لحتى نكون مأكدين إنه عم ناخد القرارات الصحيحة. ونحن هلأ داخل أمازن الإمارات وقررت إنه بلش البحث على Coffee Grinder أو مطحنة البن. رح نشوف هيدا المنتج ولكن رح نستخدم أداة X-Ray. أداة X-Ray مثل ما شفته موجودة فيكن تعاملولها download من متصفح كروم وتصير موجودة على متصفح كروم. أكيدة رح أترك لكم كل الروابطي لو أنتوا بحاجة لإلى بصندوق الوصف بهيدا الفيديو. أول شيء بدنا نعمله هو إنه بدنا نكبس X-Ray Amazon Product Research. يعني هيدا بتساعدنا إنه تاخد لمحة عن المنتج بما إنه نحن هلأ على صفحة البحث بأمازن سو رح نطلع على الـ data المتعلقة بالمنتج ككل. متل ما بطلع سو نحن فتشنا باستعمال كلمة رئيسية يلي هي Coffee Grinder. بالبداية X-Ray عم بيقلي شو Search Volume. أدي كمية البحث باستخدام هيدا الكلمة الرئيسية. 2417 بالشهر. إذا بيكبس هون بقدر شوف تفاصيل شوي أكتر وبقدر شوف الـ History. ومثل ما قلت قبل أنا بنهم بالنسبة لإليه اختار منتج عليه بحث. لأنه هيك بتأكد إنه المنتج ممكن يكون عنده زباين. ثانيا هيدوري المعلومات مهمين جدا لأنه بيخلوني أعرف إذا هل يترى البحث سابت أو ممكن يكون موجود فقط بفصول معينة أو بمواسم معينة. تعرفون إحنا دايماً منقول إنه المنتجات الموسمية جربوا بتعدوا عننا. طبعاً هيدا الخيار بيكون خياركن بس بالنهاية ضرورة تكونوا عارفين إذا المنتج موسمة نعم أم لا لحتى تعرفوا كيف تتعاملوا معه. إذا ما بتكونوا تبيعوا منتج موسمة ساعتها يعني بتكونوا عارفين وبتتفدوه. بس المشكلة بتصير إذا ما كنتوا عارفين نهيياً. ومثل ما بتشوفوا هوني عم يعطينا 30 يوم فينا نختار 90 يوم وفينا نختار السنة كاملة. أكيد ضرورة نتطلع على السنة الكاملة لحتى نشوف آيمتها ممكن يكون مطلوب وآيمتها ما يكون مطلوب. وفينا إكبس هون لحتى قدر أعمل أكتر بحث على مثلاً اخترت فترة زمنية معينة بيعمل عليها زوم لحتى قدر شوف أكتر. بس إذا لاحظتوا تقريباً ستيبل عم بخف شوي هوني خف شوي بشهر ستة وسبعة ولكن رجع عمل ريكاظوري وفي طلب وبحث في بحث وطلب على هيدا المنتج بوقت كل الوقت وبوقت دايم هيك منتج جيد إنه نحنا نطلقه. تانياً فينا نطلع على كل التفاصيل تبع كل بائع بس قبل ما نطلع على هيدا الموضوع بدنا نشيل المنتجات يلي محطوطة عليها SP. SP بيعني Sponsored هن المنتجات يلي عليهم إعلانات. نحنا بدنا نطلع على المنتجات يلي تعتبر منسميه Organic يعني يلي عم تطلع بطريقة طبيعية. سوأنا بدي أشوف بدي أكبس على هول وأعمل لهم بين تشيلهم نهئياً لحتى يرجعوا يتعدلوا هولي الأرقام. الشيء الأساسي اللي عم بتطلع عليه هو Average Price معدل سعر البيع. إذا أنا بدي أطلق منتج داخل هيدا الفئة طبعاً بدي يكون عم بتطلقه بسعر المعدل أو أو طب شوي بيكون أحسن. ثانياً بتطلع على الأفريج بي اس آر وأهم شيء بتطلع على الأفريج ريفيوز. برجع عبعد لكم مثل ما قلت بالبداية شغل تاني كتير أساسية. أولاً بدي أتذكر أنه أمازون الإمارات والسعودية هن مواقع جدد. يعني أوقات ورح نشوف هلأ سوا أوقات منستغرب ومنشوف أنه فيه Listings ما بيكونوا كتير جيدين ولكن البائعين بيكونوا عم ينجحوا كتير. هيدا من المفترض يفرجيكم أنه فيه مجال كتير كبير لحتى أنتوا تقدروا تبيعوا بهول المواقع. الأمازون الإمارات والسعودية. ثانياً ضروري نكون عارفين أنه طبعاً فيه اختلاف كتير كبير بالأسعار وفيه اختلاف كتير كبير بالنتائج. سهو نحن بدنا نطلع عليها لحتى نشوف إذا النتائج بتحمسنا وممكن يكون فيه طلب ونقدر أنه نبيعه للمنتجات بس بدنا نعمل أكيد بحث أكتر من هيك. خلينا نطلع على المنتجات. هيدا المنتج الأول هو Ranked No.1 يعني بطريقة طبيعية حسب نظام أمازون بيطلع براس الصفحة وقتها نكتب كلمة Coffee Grinder. مبدئياً هيدا الموضوع بيصير وتيكون هيدا المنتج هو منتج أكتر شي بيعاً تحت كلمة Coffee Grinder. تذكروا أنه المبيعات بتختلف كل ساعة تقريباً على أمازون. سو ممكن هلأ نشوف Black & Decker عشية نرجع نفوت ونلاقي منتج آخر عم يظهر. هوني فينا نطلع على كل البراندات كل التفاصيل سعر بيعه للمنتج. كمية المبيعات 48 order عم بيصير بالشهر تقريباً 38 order عم بيصير بالشهر وكمية revenue يعني المبيعات من ناحية الدرهم أكيد. وإذا منكبس على Sales Graph هون متل ما شفنا Search Volume هوني عم نطلع على Sales والمبيعات لحتى نشوف المبيعات إذا سابتة نعم أم لا. نحن فينا نشوف نتائج البائعين الحاليين وضروري نشوف نتائج البائعين الحاليين لحتى نشوف إذا هيدا المنتج ممكن يكون مناسب لإلنا. بس تذكروا البائعين عدد كتير منهم عم بيبدأوا حياتهم على Amazon يعني ممكن إنه نحن نشوف ونقول كيف منا نحسن على الشي اللي هم عم بيعملوه. إذا منطلع منشوف إنه في خلينا نطلع على آخر السنة كمان منشوف إنه ما في كتير stability بالمبيع. أوقات عم بيكون فيه ثلاثة orders وأوقات بيقطع فترة كتير طويلة مثلاً 2-2-2 بيرجع ثلاثة عم بيقطع فترات ما فيه مبيعات ولكن معظم الأحيان عم بيكون فيه مبيع تقريباً قطعتين كل يوم. جيد لا بأس not bad بس فيه stability نعم أم لا. خلينا نكمل فيكنوا تلاحظوا وتشوفوا الـ BSR طبعاً الـ BSR اللي هو الأفضل مبيعاً رقم التصنيف الأفضل مبيعاً كمان هيدا بخلينا نعرف قدي عم بتكون سرعة البيع والحلو هون إنه فينا نطلع على سعر المنتج مع الـ BSR لحتى نشوف إذا عم يتغير سعر المنتج لحتى هيدا الشي عم بيأسر بزيادة أو انخفاض البيع. ولكن هون سعره للمنتج stable كل الوقت ما عم يتغير ما عم يغيره سعره بآخر 30 يوم خلينا نطلع على 90 يوم أو خلينا فرض مرة نطلع على آخر سنة ومنلاحظ كمان السعر مش عم يختلف هالأد. لا عم يختلف هون بهيد السنة عم يختلف سعر البيع بتقريباً هلأ صار له فترة طويلة 78 ولكن عم يطلع تقريباً أوقات للـ 84 وهيدا الشي عم بيأسر متل ما عم بتشوفه على الجراف هيدا الشي بيأسر على البيع. نحطرون نطلع على هول الأمور ونطلع على هول التفاصيل. كمان بالـ X-Ray فينا نطلع على كل الأمور يلي عادة فينا نشوفها بس مضطرين نفوت على المنتج منتج منتج لحتى نشوف إذا منتج جيد فينا نفسه ما فينا نفسه. أولاً شغلة كتير أساسية فيكن تطلعوا على الـ FBA fees وهيا شغلة كتير أساسية وسريعة بتساعدكم أنكم تعملوا calculation سريع حتى تعرفوا إذا ممكن أنتم تقدروا تبيعوا هيدا المنتج نعم أم لا بمجرد ما تتواصلوا مع المصنعين على علي بابا وفيكن تكبسوا هون وبيعطيكم مصنعين كمان. سو دغري فيكن تقدروا تعملوا calculation سريع بخليكم تعرفوا كم بائع فيه تحت هيدا الليستنغ هون فيه أربع بائعين وفيكن تطلعوا كمية التقييمات ما تنسوا المنتجات يلي بتكون Black & Decker, The Longy, Molinax مثلاً هولي ماركات عالمية وممكن تكون هيدا الليستنغ والأرجح هيدا الليستنغ منى معمولة بالإمارات هي الليستنغ الانترناشنال ممكن تكون جاية من أمريكا وعم تنوضع على أمزن لذلك كمية الـ Reviews بطريقة غير منطقية مرتفعة يعني هيدا ديلونجي عنده هيدا الليستنغ عنده 6000 ريفيو هولي التقييمات عادة ما منشوفهم على أمزن الإمارات لأنه مرة تانية أمزن الإمارات موقع جديد سو هولي الأرقام رح تكون شوي مرتفعة هوني منوصل لـ Review Velocity قدي سرعة التقييمات وآخر شي نطلع ومنشوف مين عم يربح الـ Buy Box هلأ بلاحظ انه عدد كتير كبير من الأشخاص بيبعطونا إيميلات بيكتبوا كومنتس وعلى السوشل ميديا كمان على كل مواقع السوشل ميديا تابعنا بيقولوا انه أمزن عم بتنافسهم على الـ Buy Box شغلة ضرورة تعرفوها انه بالإمارات تحديدا وبي أمزن عالميا كمان مش بس بالإمارات في نوعين من الحسابات فيه First Party Seller يلي بيكون حساب للشركات والمصنعين الكبار مثلاً أبل مثلاً ديلونجي مثلاً بلاك اندكر كل ياتهم بيكون عندهم First Party Account بيسمون يعني بيكونوا هن المصنعين أو الموزعين الـ Direct بيكونوا عم بيبيعوا على أمزن ولكن ما بيظهروا تحت اسمهم بيظهروا تحت اسم أمزن أو Amazon.ae وفي Third Party Sellers يلي بيكونوا باقعين مثلنا يلي هنه حسابات منفوت على أمزن وبنفتحها سو ضرورة تعرفوا انه وتتشوفوا الـ Buy Box أو وتتشوفوا انه الباقع هو أمزن هو منه أمزن مباشرة ولكن هو أول موزع الحصري لهيدا المنتج أو المصنع بحد ذاته يعني كمان صعب علينا انه النفسهم هو للأشخاص منكمل ومنشوف كل التفاصيل وعم بيعطونا تفاصيل الكاتيجوري عم بيعطونا كمان حجم المنتج وزنه للمنتج وكل التفاصيل يلي نحنا بحاجة لإلى الفكرة والمبدأ من ورا هيدا الموضوع ومن ورا موضوع X-Ray هو انه كل التفاصيل نحنا فينا نعملهم بطريقة يدوية بس طبعا بياخدونا كتير وقت لحتى نطلع عليهم أول شيء تاني شيء الفكرة هي انه نطلع ونشوف المصنعين أو البائعين عفوا يلي حاليين هلي يطرع عم ببيعوا بالطريقة يلي نحنا بدنا ياها وهلي يطرع فينا ننفسهم بدنا نطلع من ناحية كمية المبيعات من ان البائعين كمية الرفيوز اللي عندهم ياهون هول الأمور اللي تلاتي كتير بأسروا على القرار طبعا اذا بدنا نفوت بهيدا بهيدا المنتج نعم ام لا عوضا عن اكيد نكونوا مأكدين انه في طلب عليه هيدا المنتج وكل هول الأمور فينا نعملها باستخدام أداة X-Ray من هيليامتان ومتل ما قلت لكم رح اترك لكم كل الروابط اللي انتو بحاجلة الى بسندوق الوصف بأسفل هيدا الفيديو وهيدا كان كل شي لليوم اذا حابين انكم تشوفوا فيديو تاني متعلق بكيف تختاروا منتج يكون ناجح على امازن بنصحكم تروحوا وتحضروا هيدا الفيديو هلا وانا بشوفكم بفيديو جديد مع معلومات جديدة باي